استهدفت صواريخ روسية مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وقد أكد رئيس وحدة التحقيق في الشرطة الوطنية في المنطقة أنهم تعرفوا على الصاروخ وهو من نوائس 300 وذلك استنادا إلى شضايا التي تم العثور عليها في ساحة بافليفيسكا وتسبب القصف بإلحاق أضرار بالبنى التحتية وتم تدمير مؤسسة تعليمية كما أصفر القصف أيضا عن تضرر المباني السكنية والسيارات واندلعت بعض الحرائق وحاولت القوات الروسية الاستلاع على خاركيف في بداية هجومها على أوكرانيا ولكن تم صدها وتقوم منذ ذلك الحين بقصف معظم المناطق السكنية بشمال المدينة وتقول موسكو أن أوكرانيا تخزن معدات عسكرية بالقرب من بنى تحتية مدنية وهو ما تنفيه أوكرانيا